وفقت وزارة النفط الاتحادية على تزويد محافظات إقليم كردستان بألف وثمانين مترا مكعبا من البنزين يوميا للحد من ارتفاع الأسعار والأزمة الحاصلة في الإقليم ووثقا لكتاب صادر عن شركة توزيع المنتجات النفطية هيئة التجهيز بتاريخ الثامن والعشرين من جهر آب الجاري فقد تقررت الموافقة على تجهيز كمية ألف وثمانين مترا مكعبا من منتوج البنزين لمحطات محافظات الإقليم من مصفى كار وقررت الهيئات توزيع تلك الكمية من منتوج البنزين حسب الحصص وكالآتي أربيل ثلاثمائة وستون مترا مكعبا وسليمانية مثلها وادهوك مائتين وستة عشر وحلبشا بمائة وأربعة وأربعين مترا مكعبا اشتركوا في القناة